فشل يعقبه فشل هذا ما بات سمة واضحة لمصير استحقاق الانتخابات البرلمانية في عراق ما بعد 2003 التغيير القادم الذي وعد به حيدر العبادي في محطة انتخابات عام 2018 والمقرر عقدها في أيار القادم سقط عند أول محطة بعدما عجز البرلمان عن تمرير قانون الانتخابات وفي هذه الحيثية مترصدون كثر ليس في كتل تقول إنها تمثل السنة والأكراد بل في التحالف الحاكم ذاته نور المالكي الطامح بكرسي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة وجد في خضم ما يجري فرصة لتمرير فكرة الأغلبية السياسية التي لطالما ناد بها بعدما اقتلع من السلطة كالدرس الدامي ويزعم المالكي أن المخرج الوحيد من التحديات التي تعصف بالبلاد هو تشكيل حكومة أغلبية تحمي بالمحصلة العملية السياسية الحالية من السقوط وتحافظ على مكتسبات حزب الدعوة وعليه لا يؤمن المالكي بالشراكة بل بمن يصوت له أكثر وهو تصريح يعيد لأذهان العراقيين قضايا التزوير التي لحقت بفرز أصوات الانتخابات السابقة التي صعد بموجبها المالكي لسدة الحكم ويبرر تحذيره من تأجيل انتخابات عام 2018 كفرصة لإعادة هيمنته على المشهد السياسي ويتكئ المالكي على تحالف غير معلن مع ميليشيات الحجد التي تعرض هي الأخرى تأجيل الانتخابات ورفضت في تحالفها مع العبادي شروطا كالشراكة وأقامة الدولة المدنية أما العامل الضامن لحكوبة الأغلبية هذه فيراهن المالكي وقادة الحجد على إيران وقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي تكشف مصادر في التحالف الحاكم تدخله لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين داخل التحالف في انتخابات ترى فيها إيران فرصة ذهبية لوصول من تدعمهم من قادة الميليشيات للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة تفوز برئاستها يبدو خيار تأجيل الانتخابات لستة أشهر أخرى أمرا واردا مع تدخلات إيرانية وأخرى أمريكية يقول النائب عبد الكريم عبطان إن صوتها يؤثر عن نتائج الانتخابات بشكل أقوى من صوت المواطن الذي من المفترض أنه يؤثر في صناديق الاقتراع بينما يؤكد النائب ماجد شنجالي أن القالب الذي أوجد بعد الاحتلال الأمريكي ما زال قائما وأن الحديث عن وجود كتل عابلة للطائفية حبر على ورق